مزاد العملة في العراق عنوان كبير لفساد أكبر السنزف الخزينة المالية للدولة متسببا بحسب تصريحات وبيانات مسؤولين حكوميين واختصاديين بأضرار بالخزينة العامة بلغت نحو أربعة تريليون دينار وذلك بعد أن تحول سوق مزاد العملة إلى فرصة لبعض المصارف التي تمتلكها جهات نافذة لتحقيق أرباح كبيرة وذلك عن طريق الشركات التحويل المالي والبنوك التي تعد المستفيد الأكبر من المناقلات المالية مؤكدين أن غالبية المستمسكات المقدمة من قبل تلك المصارف مزورة خبراء الاقتصاد رجعوا سبب السشراء الفساد في سوق مزاد العملة إلى ضعف الدولة ووجود المكاتب الاقتصادية لبعض الأحزاب والميليشيات المتنفذة فضلا عن دخول المصارف الأهلية التابعة لأحزاب سياسية إلى مزاد العملة كلها أسباب أدت إلى سنزاف وخسارة كبيرة لخزينة العراق المالية منذ عام 2003 ففي عام 2015 توصلت لجنة تحقيقية حكومية إلى وجود ملفات فساد كبيرة تتمثل بتهريب العملة وغسيل الأموال شكلت قرابة 70% من الأضرار للخزينة العامة بسبب التلاعب والفساد بسوق العملة عن طريق المصارف الأهلية التابعة للأحزاب والميليشيات هو إذن فشل للقطاع المصرفي الحكومي لا يخفى على أحد باعتراف وزير المالية الحالي علي عبد الأمير علاوي الذي أكد حاجة المصارف الحكومية إلى هيكلة شاملة واصفا إياها بأنها معزولة عن العالم منذ أربعين عاما وهو اعتراف يتطابق مع آراء الخبراء بالقطاع المصرفي الذي يقتصر دوره على منح القروض وتحصيل الإيرادات من الفوائد وغالبا ما تكون هذه القروض مضرة نتيجة مساهمتها برفع التضخم بحسب خبراء الاقتصاد يضاف لذلك ما رافقه من خفضا لقيمة الدينار العراقي من قبل الحكومة الحالية وبهذا يشكل مزاد العملة في العراق بوابة كبيرة للفساد المالي والتهريب أموال العراقيين إلى الخارج ما شكل عبءا إضافيا فاقم من أزمة البلاد الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر